تبادل الآراء والأفكار حول الاستعداد لمجريات الأسبوع الوطني للمرأة الجادية نسخة 2024 الذي ستحتضنه مدينة أمتيمان حاضرة ولاية سلامات هو الهدف الرئيس لهذا اللقاء الذي جمع حاكم الولاية الجنرال عبد الله إبراهيم صيام مع المسؤولين الإداريين والعسكريين والزعماء التغليديين ورؤساء منظمات المجتمع النسائي بالولاية حيث أوضح في البتء أحمد محمد زكريا ممثل للمندوب وذارة المرأة والطفولة بأن اختيار مدينة أمتيمان لإحتضان فرق بل أنه يوفر فرصة خاصة للنساء الولاية للتفكير واتخاذ الإجراءات بشأن مختلف المواضيع ذات الصلة بأوضاع المرأة الشادية خاصة القيادة والمساوة والإنصاف بين الجنسين وكذا العنف القائم على النوع الاجتماعي من ناحيته حكم الولاية الجنرال عبد الله إبراهيم صيام خلال كلمته الترأسية أكد هو الآخر جاهزية سكان الولاية لتنظيم هذا الملتقى الكبير مشيرا عن الدور الذي تلعبه المرأة في مختلف جوانب الحياة وإصرارها على وقف بجانب أخيها الرجل ومساندتها دليل على كونها عنصر أساسي في أحداث عملية التغيير في المجتمع